الحمد لله رب العالمين كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر الأواخر وكان اجتهاده عظيم جداً وبذلك كان يحرص على الاعتكاب في المسجد وكذلك تلمس ليلة القدر التي تكون في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان طيب الآن معنا سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا الطالبة حصة جابر الرفاعي سؤالي إليكم إذا أفطرت وأنا مريض ثم تشافيت هل أكمل فطوري؟ زلت الأخير يا بنتي حصة على هذا السؤال طبعاً السؤال هو أن الواحد إذا كان مريض ثم شافاه الله عز وجل وهو في نهار رمضان ماذا يفعل؟ يصوم ولا يفطر يكمل يعني أنه غير صايم لأنه معذور مريض الصحيح الإنسان إذا كان معذور مثلاً جاي من السفر أو كان يعني مريض وتشافه مثلاً أو كافر أسلم في نفس اليوم كل هذه الأعذار وفي نهار رمضان الإنسان يجوز له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر في أول نهار فليفطر في آخر النهار يعني أصبح اليوم نفس الشيء يعني بدايته ونهايته لأن الصيام لا بد لهم من نية والنية تكون بالليل ما تكون في النهار فأنت يا بنتي حصة إذا واحد مثلاً أراد أن يصوم يبدأ ينوي بالليل وهكذا وعمماً أنت معذورة ويجوز الإنسان أنه يأكل ويشرب لكن لا يكون أمام الناس ما يكون أمام الناس لأن الناس بعضهم ما يعني ما يعرف يقول ليش تأكل ليش تشرب كذا وحين الصائمية في رمضان فالأفضل الواحد يأكل ويشرب في مكان يعني محد يشوفه مثلاً في غرفته لأنه معذور لأنه مريض ومعذور طيب هذا هو الجواب على هذا السؤال نأخذ السؤال آخر معكم الطالبة ديمة مهنة الرشيدي سؤالي إليكم ما هو مقدار الصع في زكاة الفطر نشر الخير يا بنتي ديمة على هذا السؤال ما هو مقدار زكاة الفطر طبعاً من الأشياء التي تميز شهر رمضان أن فيه أشياء لا توجد في بقية الشهور مثل صاد تراويح مثل لية القدر مثل زكاة الفطر طبعاً مقدار زكاة الفطر هي صاع مقدارها صاع وهذا الصاع يجب على كل مسلم سواء كان صغير أو كبير سواء كان يصوم أو لا يصوم يجب على النساء والرجال الصاع هذا قدره أهل العلم بصاع النبي عليه الصلاة والسلام وهو أربع حفنات هذه الآن الحفنة الأولى طبعاً باليدين المتوسطتين وهذه الحفنة الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة هذا صاع وطبعاً الصاع يكون مما يقتات به يعني يقوت وهو ما به قوام البدن من الطعام لذلك الإنسان إذا أراد أن يدفع الصاع يدفع الصاع مما يقتات به أهل البلد مثلاً نفتضحنا في بلدنا القوت الأساسي هو العيش مثلاً ببعض البلاد الأخرى مثلاً البر أو التمر أي أن كان مهم يكون مما يؤكل وبه قوام البدن زكاة الفطر تكون قبل نهاية رمضان يعني يبدأ من ليلة 28 من رمضان آخر يومين يجوز الإنسان يدفع زكاة الفطر وسميت بهذا الاسم لأنها علاقة بعيد الفطر وعموماً هي زكاة الفطر طعمة للمساكين وأيضاً هي كفارة اللغو والرفث الذي يمكن يصدر من المسلم الصائم هذا أيضاً من فضل الله عز وجل أنها فيها كأنها سجود سهو يعني تكفر الأخطاء التي وقعت من الصائم المسلم زكاة الفطر ينبغي أن تكون من الطعام ينبغي أن تكون من الطعام لأن هديه صلى الله عليه وسلم كان هكذا كان في زمنه صلى الله عليه وسلم والطعام الطعام إذا الإنسان لا يريده إذن هو ما يحتاج له زكاة الفطر فنحن نعطي الطعام الذي يحتاجه وأهل العلم يقولون يعني يعطى لي المسكين يعطى لي الفقير وهكذا يحرص الإنسان على أنه يدفع هذا الصاع طيب يا بناتي يا عيالي لو فرضاً واحد أو واحدة تقول طيب شيخ ما هو الصاع أنا شرحت لكم يا أول بداية الجواب يقدر بالوزن يقدر بالوزن ثلاث كيلوات تقريباً بالوزن ثلاث كيلوات طيب الآن نطلع فاصل ونأتي إليكم إن شاء الله بعد قليل معكم الطالبة ياسمين يونس الرشيدي سؤالي إليكم إذا سحب الصائم دم للتحليل هل يفضر؟ زكاة الله خير يا بنتي ياسمين طبعاً الإنسان إذا عنده تحليل دم وأخذ منه الدم هل يعتبر فاطر أم لا يعتبر الحقيقة أن أخذ الدم يعني إذا صح التعبير كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم طبعاً الحجامة تفطر لأنها كثيرة لو إنسان سوى حجامة هو صايم هذا فاطر يقول عليه عزيز والسلام أفطر الحاجم والمحجوم طيب طبعاً إذا كانت كانت تحليل يخضم منه دم يسير بسيط هذا ما يأثر هذا ما يأثر والصيام صحيح وهذا القليل واحد يقول طيب كيف نعرف قليل ولا كثير هو حسب عرف الناس يعني اللي يشوف يقول الله هذا قليل يخضم منه قليل مثلاً ما فيه مشكلة حسب العرف يعني عموماً التحليل لهذا الدم يخضونه يشوفون السكر أو غيره هذا لا يفطر لكن يفطر لما الإنسان يتبرع مثلاً بالدم أو مثلاً يشوي حجامة هذا كثير هذا كثير هذا ينطبق عليه طبعاً أنه فاطر كما ذكرنا بالحديث أفطره الحاجم والمحجوم طيب والسبب الآخر أيضاً أن الإنسان إذا أخذ منه الدم سيكون ضعيف يضعف الإنسان وتأتيه الدوخة ويمكن لا يستطيع أن يكمل صيامه لأن الدم غذاء فإذا استغفرغ من الإنسان ضعف هذا الإنسان يكون ضعيف كيف يتحمل كيف يقدر يكمل صيامه لذلك الصحيح في هذا أنه يعتبر فاطر طيب لكن لو فرضاً نقول حتى تكتمل لكم المعلومة فرضاً إنسان من غير إرادة من غير إرادة جاءه مثلاً رعاف رعاف من الفم أو مثلاً سمح الله حادث ونزف منه الدم مثلاً من رجلة من إيدة مثلاً من غير طبعاً قصد لأنه هذا مو باختيارة يعني ما يقول هنا لا يفطر ما يعتبر فاطر ما يعتبر فاطر لأن هذا قصم عليه لكن إذا مثلاً تعب نزفنا الدم وتعب نقول له خلاص أنت مريض أنت مريض وافطر ما فيه مشكلة افطر فالمسألة التي ذكرتها في بداية الجواب على السؤال إذا تعمد يسوي حجامه إذا تعمد يتبرع فاطر تمام فاطر لكن مسألة أنه يطلع من الدم قصب عليه هذا مو فاطر يكمل صيامه الذي تعب يفطر لأنه مريض واضح شاء الفرق بنات عيالي هذا واضح إذا الإنسان يحاول في صيامه أنه لا يعرض صيامه لأشياء ممكن تجعل الصيام غير صحيح طيب إضافة أيضا لتبرع بالدم مثل الإنسان قالوا نبي فصيلة وهي نادرة وهي ما توجد إلا عندك مثلا أو عندك يا بنتي هنا الإنسان يتبرع وهو مأجور يتبرع وهو مأجور وأيضا هو غير فاطر عفوا وهو فاطر وهو فاطر لأنه هنا تبرع ونعم باختياره وإن كان هذا الاختيار لضرورة إلا أنه يعتبر فاطر ويقضي ولا عليه شيء من الإثم بل له أجر عند الله عز وجل هذه عموما التفصيل لذكرتكم ياه الآن لعلنا تضح لكثير منكم إذن الصيام مهم في محافظة عليه وخاصة الأمور التي تضعف المسلم عندما يصوم إلا إذا كان هناك حاجة يجوز ويعتبر فاطر ويقضي إن شاء الله وليس عليه شيء طيب هذا هو الجواب على هذا السؤال نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ونسأله عز وجل أن يعيننا على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعدل أه كنت اسم الله أه لا أه كم كم بغي سواء ثاني ما عشرة وخمسين ثانية لا كم 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 لحرام كم أه أه مجاو أه نحن 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 أه بعد دقيقة أو أه دقيقة نحن دقيقة نحن 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 نتعلم نحن 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 أيضا أريد الانتباه يا لبناتي الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر وأحكام الله عز وجل في القرآن وكذلك في سنة النبي عز وجل كثيرة جدا تدعو إلى التيسير تدعو إلى التيسير خاصة وأن في بعض العبادات كالصيام فيه مشقة فالإنسان إذا كان مريضا يفطر ويقضي بعد رمضان أو إذا كان مسافرا يفطر ثم يقضي بعد رمضان أو مثلا إنسان مثلا جات له مثلا فجأة يعني أصيب مثلا حادث سمح الله أو مثلا طاح مثلا وكذا هذا أيضا معذور كل هذه أشياء معذور بعدين لا يعني يكمل صيامه وهو تعبان وهو تعبان ما يستطيع الصيام طبعا نقصد الضرورة ليس مشقة العادية هذا طبيعي المضان فيه مشقة ما يستطيع الإنسان يفطر لكن إن كانت مشقة كبيرة ربما مرضا يزيد تمام ويترتب عليه يعني أشياء ما هي طيبة تظهر له أعراض مثلا فنقول لا أنت الآن لا يكلف الله نفسا لا وسعها والله عز وجل عندما فرض علينا الصيام فرض علينا الصيام بما في طاقتنا فيما يطيقه الإنسان لا يكلف الله نفسا لا وسعها لذلك أي واحد فيكم عيالي بناتي إذا حسيتوا أنه فعلا الواحد ربما يترتب عليه ضدر كبير في صحته طبعا يفطر لكن الأفضل قبلها بشوي يعني أنه إذا حس بالتعب يسأل الناس يتعرف مثلا ويفتون يقول خاص افطر أنا ما أتمنى الواحد يفتي لنفسه لا تفتون لأنفسكم لكن عموما عندكم حمد الله بهااتكم ومهاتكم عندكم كذلك شيخ المسيد وغير ذلك طيب لسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا مننا ومنكم صالح الأعمال ونلقاكم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر